فراس يعني تعليق أخير حول هذا الموضوع قبل أن ننتقل الخبر اللي بعده نحن ننتظر يعني الآن ما ستصدر اللجنة هل هو استمرار المنافسة بين المرشحين هل ننتظر عودة خالد بن عمر أم التمديد لكن في كل هذا الأمر ندعى الله سبحانه وتعالى أن يتكون النتيجة لصالح الكرة السعودية لكن الملاحظة قبل أن أنت الأستاذ أحمد عيد في أسلوبه في العمل كان يدير لجان ولا يدير العمل بنفسه وهذه تحسب للأستاذ أحمد عيد أنه كان ينظم اللجان ويجعلها هي من تتحمل المسؤولية من يأتي بعد الأستاذ أحمد عيد يجب أن يدرك أن اللجان هي التي يجب أن تكون في الواجهة وهي التي تعمل ولذلك دقة الاختيار وصدق الاختيار هي أساس فيه الإنتاجية وحسن العمل القادم طيب هذا فيما تعلق باللجان فيما تعلق بالجمعية العمومية أبو نواف قال أنا أتمنى من الرئيس القادم أن يتجاوز الأخطاء والسلبيات التي كانت في الاتحاد الذي كان يرأس أحمد عيد من ضمن الملاحظات في الاتحاد الذي كان يرأس أحمد عيد عدم التوافق بشكل كبير مع الجمعية العمومية الآن الرئيس القادم في حال انتخابه هل من الضرورة أن يكون هناك على توافق دائم مع الجمعية العمومية حتى تصير هذه المرحلة؟ يجب أن تكون الجمعية العمومية فاعلة ومؤثرة لأنها غالبا هي المرجعية في الخلافات أو عندما يحدث أي أمر لا بد أن تكون هناك مرجعية ولذلك رأينا أن اللجنة الأولمبية تدخلت كثيرا والسبب هو غياب الجمعية العمومية يجب تفعيلها يجب أن يعرف أعضاءها حجم المسؤولية الملقا عليهم وأن يطالبهم بحقوقهم لأن الحقوق تنتزع أحيانا لا تعطى إذا كانت الجمعية العمومية تريد أن تكون مؤثرة يجب أن تقوم هي بنفس العمل وأن لا تجعل اللجنة الأولمبية هي التي تتدخل وتصلح ما بينها وبين اتحاد كرة القدم هذا الأمر ولعل بعض الإشكال وبعض الضعف الحاصل في العمل هو بسبب ضعف الجمعية العمومية وعدم قيام أفرادها بدورهم كما يجب طيب